اهلا بكم من جديد لشنا وزير شؤون الكهرباء والماء عبد الحسين بن علي ميرزا في إسكان جد حفص اليوم أول منزل يتم توصيله في الشبكة الحكومية بنظام صاف العداد والذي يسمح للأفراد والمؤسسات بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم أو مشاءتهم بشكل آمن وخصم مقدار ما يتم انتاجه من طاقة كهربائية من قيمة الفاتورة الشهرية جاء ذلك خلال زيارة الوزير ميرزا إلى منزل أحد المواطنين المستفيدين في أحد البيوت الإسكانية التي تم الانتهاء من العمل فيها بتركيب ألواح شمسية عددها 24 لوحا تنتج ما مقداره 7.8 كيلو واط من الكهرباء وطاقة إجمالية في سنة قدرها 12.5 ألف كيلو واط والتي يغطي حوالي ثلثة الاستهلاك السنوي للمنزل الواحد وبتكلفة تبلغ 3500 دينار هذا يوم تاريخي بالنسبة لتفعيل نظام العداد الصافي اللي يسمونه نتميترينغ لأن هذا أول منزل في مملكة البحرين يركب أنظمة الطاقة الشمسية ويتم ربطها بالشبكة الحكومية وصاحب المنزل حسين سند ركبو لهن 24 لوحا شمسية بطاقة 12.500 كيلو واط وهذه الطاقة توفر له ثلث استهلاكا من الكهرباء والكلفة في هذه الحالة كانت 3500 وفي هذه الحالة فقط تم تمويلها من وزارة النفط شركة تطوير البترو أكد وكيل وزارة صناعة وتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد إن إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تعمل بصورة مكثفة على اختيار المنتجات المعروضة في الأسواق بعناية بغرض تجسيد وبيان أهمية المواصفات في حياتنا اليومية وإنشاء المدن المستدامة على وجه الخصوص جاء ذلك لدى افتتاحه معرض البحرين المواصفات الذي تقيمه إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة تزامنا مع الاحتفال باليوم العربي للتقييس الذي يصادف الخامس والعشرين من مارس من كل عام وينسجم المعرض مع شعار يوم التقييس العربي لهذا العام المواصفات تجعل المدن أكثر سدامة نعم بدون شكس واحدة المواصفة جزء هام من حياة المواطن التعرب بالمواصفات واللواح المطلوب الموجودة عندنا في الوزارة ومنطبقة في البحرين جزء مهم لحماية الصحة سواء كانت سواء كانت لحماية السلام سواء المعرفة ما هو مطلوب من مواصفات لكل المنتجات اللي ممكن تدخل البحرين طبيعي الوزارة تعمل على أعداد المواصفات واللواح الالزامية من خلال اللجنة الوطنية وهناك عدد من المواصفات واللواح مطبقة حاليا وهناك جزء كبير في طور التحقيق هو المعرض الهدف منه تعزيز الوعي بدور المواصفات في حياتنا اليومية بشكل عام فسواء كانت حق الكفاءة كفاءة المنتجات سواء كانت حق جودة المنتجات أو كانت حق السلامة فالتقيس يدخل في كل هذه المناحي من الحياة فمثلا السيارات علشان تكون آمنة فهي لازم تكون وفق مواصفات عالية جدا المكيفات علشان تكون ذاتها كفاءة عالية وما تصرف كهرباء بعد نفس الشيء إليها مواصفات معينة فالمواصفات تدخل في كل هذه الأمور وتساعد صناع القرار أنهما لما يبنون قراراتهم للمنتجات على مواصفات دولية هم أنها تضمن إلى التاجر أنه يدخل منتجات ما فيها فارينس ما فيها اختلافات لأنها وفق المواصفات الدولية في نفس الوقت تعطي الثقة إلى المستهلك أنها منتج آمن وذات جودة عالية وفي نفس الوقت ذات كفاءة تحت رعاية الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي لشنت جمعية البحرين للمعرض والمؤتمرات المنتج الأول لمنظمي المعرض والمؤتمرات في مملكة البحرين وتأتي هذه الفعالية لجمع مسؤولي صناعة المعرض والمؤتمرات تحت سقف واحد لتبادل الخبرات فيما بينهم وطرح العقبات وكيفية التغلب عليها حيث أكد المشاركون على أن البحرين مهيات اليوم لتنمية هذه الصناعة وتدليل جميع العقبات التي تواجهها لوجود الدعم الكبير الذي تليه تمكين والجهات المتخصصة بالمملكة وقد أكد كاظم السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمعرض والمؤتمرات أن المملكة تمكنت خلال السنوات الأخيرة أن تصبح مركز جذب للعديد من المعرض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ولن نتوقف مع أسعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع نبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت بورصتنا المحلية بارتفاع نسبته 0.25% عند مستوى 1318 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية وأيضا الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.646.000 سهم بقيمة إجمالية تجوزت 443.000 دينار تم تنفيذها من خلال 62 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 60% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودي التي شهدت تراجعا في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.37% مغلقا عند مستوى 7.870 نقطة وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاعي تجزئة السلع الكمالية وأيضا المرافق العامة نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.45% مغلقا عند مستوى 6.633 نقطة بسبب ارتفاع أو الأداء القوي لمؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية وأيضا الاتصالات ننتقل إلى الأسواق الإماراتية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.76% مغلقا عند مستوى 4.585 نقطة بتأثير قوي من ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاعي الطاقة وأيضا الخدمات فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع بنسبة تقارب 16 نقطة مئوية عند مستوى 3.108 نقاط وذلك بسبب التقدم البارز لمؤشر قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط المالية ارتفاع أو تراجعا بسيطا من نسبته 0.01% متاثرة بتراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية في خبر آخر وقع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم مع سوفت بنك لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيجا واط في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار وسيبدأ فورا العمل على بناء هذا المشروع والذي يتوقع أن ينجز عام 2030 وقد وقعت المملكة العربية السعودية تلك المذكرة من أجل إنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال طاقة الشمسية وتشكل هذه الاتفاقية إطارا جديدا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وستتم بمجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية تداول خالد الحصان أن انضمام السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل يشكل خطوة إيجابية تساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية وقال الحصان في مقابلة مع تلفزيون العربية على هامش المؤتمر الصحفي لترقية السعودية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر فوتسي راسل إن بعض الأموال غير النشطة قد تدخل السوق مبكرا وبعضها بعد شهر مارس من عام 2019 من جنبه ذكر الرئيس التنفيذي لمؤشر فوتسي راسل مارك ميك بيس إنه بمجرد اكتمال عملية الترقية فإن سوق السعودي سيكون أكبر سوق في الشرق الأوسط بما يعادل 5.5 مليار دولار من التدفقات الخطوة هذه إيجابية جدا بزرع الثقة من قبل المستثمرين للأجانب من خلال عملاء فوتسي راسل حجم المسي آي تقريبا 1.5 و 1.6 تريليون دولار إذا قلنا أنه حسب passive و active نشط و غير نشط بحسب تصريح المسي آي أن السوق السعودي وزنه في المؤشر تقريبا 2.3% فهذه تقريبا حجم نتوقع أنه من المنطق إذا فوتسي سيحقق للسوق السعودي 5.5 مليار دولار أو أموال غير نشطة نتوقع أن تكون مسي آي 3 أو 4 ضعاف هذا المبلغ في الإمارات وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مذكرة تفاهم مع الوكلة الكورية للطاقة وذلك بهدف دراسة سبل التعاون والاستثمار في مجال طاقة المتجددة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي توقع الاتفاقية ضمن الزيارات يقوم بها الرئيس الكوريا الجنوبي مون جاي إن للإمارات وسوف يعمل الطرفان على التأسيس لشراكة استراتيجية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية وتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتمد على تقنية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإضافة لتخزين الطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل معرض نيويورك الدولي للسيارات يكشف عن سيارة آي بيس الكهربائية توقعت إحصاءات حديثة أن تشهد مصر زيادة ملحوظة في عدد الزوار القادمين إليها من منطقة الشرق الأوسط وأمريكا شمالية وأفريقيا خلال الأعوام الثلاثة القادمة ما يسهم في تعزيز نمو قطاع السياحة جاء ذلك وفق الإحصاءات الصادرة قبيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض وتوقعت الإحصاءات أيضا زيادة في عدد القادمين من أمريكا الشمالية إلى مصر بين عامي 2018 و 2021 ليصل إلى أكثر من 300 ألف شخص وخلال الفترة نفسها سيرتفع عدد الزوار من إفريقيا أيضا في حين توقعوا أن يرتفع عدد القادمين من طنقة الشرق الأوسط ليصل إلى أكثر من مليون و340 ألف شخص دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن لإلغاء خطة تعريفات جمركية على وارداتها محذرة بأن ذلك قد يؤدي إلى مسامتها بردة فعل تضر بتجارة العالمية ولم يضف المتحدث باسم الوزارة جاوفينغ بتفاصيل أخرى حول ما هي ردة الفعل هذه على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا يمهد الطريقة أمام فرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من الواردات الصينية لمعاقبة بكين على ما يعتبره أنها سرقة لتكنولوجيا الأمريكية والضغط الصيني على الشركات الأمريكية وكرر المسؤول الصيني التحذير بأن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية ولا نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الأخير أعلنت ويمو المملوكة لشركة ألفابيت عن سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم آي بيس وذلك خلال فعالية معرض نيويورك الدولي للسيارات وأوضحت الشركة أن سيارتها الرياضية الكهربائية سيتم إنتاجها بالتعاون مع جاكور لاندروفر وأضافت ويمو أنها ستطرح 20 ألف وحدة من آي بيس في أول عامين من الإنتاج كما ستطلق خدمة مشاركة ركوب بهذه السيارة خلال هذا العام وأكد جون كرافتشيك الرئيس التنفيذي لشركة ويمو الحرص على موضوع سلامة في السيارات لسيما تلك التي تسعى إلى توسيع نطاق خدمة النقل الذاتي وفي ختام جولتنا الاقتصادية نذكر بأبرز ما جاء فيها وزير شؤون الكهرباء والماء يدشن أول دفعة من البيوت التي تنتج الكهرباء من أنظمة الطاقة الشمسية وزيرة صناعة وتجارة والسياحة تفتتح معرض البحرين الموصفات الأول في المملكة اكتمال ترقية السوق السعودي على مؤشر فوتسي راسل وتوقعات بتدفق ستمرات تصل إلى خمسة ونصف مليار دولار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر والوكالة الكورية للطاقة توقعان مذكرة في مجال الطاقة المتجددة نهاية النشرة الاقتصادية قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين رسلونا عبر بريدنا الإلكتروني بي ايزد نيوز ات انفو دوت جو دوت بي اتش شكرا للمتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة